خواص المعادن هناك ستة خواص عامة للمعادن وهي المعادن أكثر كثافة من باقي العناصر جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء قابلة للثاني والانحناء قابلة للتشكيل صلبة في درجة حرارة الغرفة ويمكن انصهارها ولكن ومن الصعب جدا تبخيرها المعادن ذات مظهر لامع عند طرقها تصدر أصوات معدنية وجميع هذه الخواص ناتجة عن طريق ترابط ذرات المعدن مع بعضها البعض من المعروف أن المطار الأخير في ذرات المعادن يحتوي على أقل من نصف عدد الإلكترونات التي يستطيع المدار احتواؤها وعلى ذلك فإنه يمكن تكون باللورة معدنية عن طريق الترابط المستمر بين ذرات المعدن نتيجة لارطبط ذرات المعدن بطريقة تجعل المسافة بين الضرات أقل ما يمكن فإن كثافة المعادن تكون أعلى بكثير من كثافة الماء مثل الزهب والذي تمثل كثافته 24 ضعف كثافة الماء ولكن هناك بعض الاستثناءات مثل الليثيوم والسوديوم والبوتاسيوم الأخف من الماء والذين يطفون على سطحها نتيجة كثافتهم القليلة الإلكترونات الحرة في البلورة المعدنية تجعل للمعادن قدرة كبيرة على توصيل الكهرباء وتوصيل الحرارة الذرات في المعادن وعلى الرغم من ترابطها الكبير إلا إنها وبسهولة يمكن إزاحتها عن بعضها إلا إنها تظل مترابطة بعد الإزاحة ولذلك يمكن تشكيل المعدن بسهولة وثانية ولأن الروابط بين جزيئات المعادن قوية فإنها صلبة في درجة حرارة الغرفة ومن الصعوبة جدا تبخيرها ولكن يمكن صهارها مع ملاحظة أن الزئبق يكون سائلا في درجة حرارة الغرفة وتظهر المعادن بالمظهر المعدني نتيجة قدرة الإلكترونات العالية على امتصاص وإعادة انبعاث الفوتونات الضوئية ذات الأطوال الموجية المختلفة ولذلك تظهر المعادن بهذا الشكل المعدني البراق الموجات الصوتية تنتقل بسهولة عبر البلورات المعدنية ولهذا فإن معظم الأدوات التي تصدر الأصوات تصنع من المعادن مثل الأجراس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر